في وقت تنتظر المدن المحاصرة السورية بدء الإسقاط جواً للمساعدات الإنسانية من خلال برنامج الغذاء العالمي تأن القرى والبلدات السورية من وطأة المزيد من عمليات القصف الجوي والمدفعي وهجمات النظام السوري والقوى المتحلفة معه في جديد التطورات من هناك أفاد المرصد السوري بتجدد القصف على محافظة إدلب حيث نفذت طائرات النظام عدة غارات على أماكن في مدينة كفرنبل وسراقب وبلدة خان العسل ومعرة النعمان بريف إدلب الشمالي ما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحة من المدنيين وبينما وصلت عناصر الدفاع المدني انتشال الأهالي من منازلهم وإسعاف الجرحة وغالبيتهم من النساء والأطفال بعد قصف للطيران الحربي بخمس غارات حي العامرية في مدينة حلب توالى القصف الجوي للطيران الروسي على مدينة الرستن بريف حمص وكذلك مدينة حريتان والكستيلو بريف حلب طائرات حربية نفذت غارات وألقت البراميل المتفجرة على بلدة الدرخبي ومخيم خان الشيح في الغرطة الغربية وتزامن ذلك مع قصف متفاعي عنيف تسبب بدمار في المنطقة وفي ريف دمشق دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات الأسد على أطراف مدينة داريا في الغرطة الغربية أسفرت عن مقتل ستة عناصر وتدمير دبابة للأخيرة إلى ذلك تجددت الاشتباكات بين داعش وقوات النظام وميليشيا حزب الله في مزارع بلدة المحمدية في غرطة دمشق الشرقية حيث تمكنت قوات النظام من التقدم والسيطرة على نقاط في مزارع البلدة طلعت موسى العربية